أستبعد أن الرئيس سيروح في هذا المنحة سيتنكر لكل مواقفه وخطابه وسياسته منذ وصوله إلى الحكم قبل عامين ونصف حتى في آخر صريحاته كان يدين العصابة مثلاً هو يقول بالله أنا نعين في الحكومة إلى الأشخاص اللي ما عندهم مش أثر مع العصابة السابقة هذه هي في انتخابات الشريعية على تغييره في 2017 جزء من شرعية الرئيس مبنية على قضية حاربة العصابة في 2017 و2019 وما إلى ذلك حتى بعدها محمد تم إقصاء كل مترشحين انتخابات الشريعية ولاحقاً انتخابات البلدية اللي فيهم رائحة الشبهة أو التعامل مع رجال الأعمال أو سياسيين الذين تباعوا القضاء بتهمة الفسد أعتقد أن الرئيس سيرتكب خطيئة سياسية كبيرة لو أطلق إجراءات باتجاه القضاء لتخفيف من الأحكام التي سصدرت بحق وجه النظام أو في فترة حكم الرئيس ببو تفليقة أنا اعتقادي أن الأمر هذا انصح فعلاً أنه مبادرة حقيقية لأننا الآن فقط مجرد فكرة أطلقتها وكالة الجزائرية لا لديها ملاهة كما نقوله بالدارجة لا لديها ملاهة إذا كان ملاهة سيكون أكيد أنه رأس السلطة السياسية أعتقد أنه سيتوجه أساساً وأنا أوافق الأستاذ حمدادوش إلى النشطاء المزعيجين لكي نكونوا دقيقين رشاد وعناصر من الباك التي تم تحديد لائحة وصادرت بمصوم سحبة ولكن كان فيه مسعى أن مجموعة ظهرت أسمائهم وصفوا بالإرهاب أتصور أنه المسعى موجه إلى هؤلاء بدلل أنه فيه عناصر من الجبهة الإسلامية الإنقاذ سابقاً دخلوا ونشروا فيديوهات يقولون فيها نحن كنا متابعين ودخلنا بدون أن يحدث أي مشكلة أتصور الأمر موجه أساسي لهؤلاء ولكن اعتقادي إذا كان الرئيس حب يعطي مصداقية لهذه المسعى ويكون لم الشم الحقيقي ينبغي عليه أن يأمر بالإفراج عن مساجين الحراك أو من تأمين الحراك لا أمسك لا أمسك لا أمسك